السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة استعلم قواعد تجويد صورة آل عمران برواية ورشع النافع وصلنا للآية الواحد والتسعون إذن لنكمل وكما عودتكم نقرأ الآية ونستخرج الأحكام ونطبقها وفي الأخير نقرأ قراءة مرتلة إذن نبدأ قبل كل شيء نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ درسنا اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو أضعه ولمشاهدة جميع الدروس بالترتيب اضغطوا على زر بلايليست أو بالعربية قوائم تشغيل وستظهر لكم جميع الدروس مرتبة يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هنا لدينا نون كما تلاحظون هي نون ساكنة لكن معرات من الشكل وبعدها حرف التاء إذن إذا تذكرتم درس أحكام النون الساكنة والتنوين فلدينا هنا الإخفاء وكما تعلمون أن حرف التاء هو من الحروف المرققة يعني عندما نخفي النون فغنة الإخفاء تتبع الحرف الذي يأتي بعدها في التفخم والترقق بما أن حرف التاء مرقق فالغنة ترقق يعني نقول لن تنالوا ولا نقول لن تنالوا لن تنالوا بل نرقق الغنة لن تنالوا وعندما نخفي النون هنا نهيئ الفم على مخرج حرف التاء إذن جيد وهنا كلمة البرى الرأو نرققها لأنها صبقت بكسر اللصيق بها من نفس الكلمة حتى تنفقوا نفس الشيء إخفاء النون وغنة الإخفاء نرققها لأنه بعدها حرف الفاء وهو حرف مرقق ونهيئ الفم على مخرج حرف الفاء تنفقوا مما المهم هنا بغنة أكمل ما تكون مما ومقدارها حركتين مما تحبون نمدد حركتين أو أربع أو ست للمضع عرض للسكون وأنا أقرأ بالتوسط يعني أقرأ بأربع حركات أقول تحبون إذن جيد وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم إذن وما تنفقوا نفس الشيء في كلمة تنفقوا نخفي النون وغنة إخفاء نرققها لأنه بعدها حرف الفاء مرقق ونهيئ الفم على ما خرج حرف الفاء إذن جيد من شيء نخفي كذلك النون هنا لأنه لدينا إخفاء النون ساكنة بالرقم أنها معرّت من الشكل وبعدها حرف الشين من حرف إخفاء وحرف الشين مرقق إذن غنة الإخفاء نرققها وعندما نخفي النون نهيئ الفم على ما خرج حرف الشين إذن جيد ولدينا هنا كما تلاحظون مد اللين المهموز ويمد عند ورش بأربع أو ست حركات يعني بالتوسط أو الطول وفي آخر الكلمة لدينا كسرتان يعني إذا لدينا تنوين وهذا التنوين بعدها وحرف الفاء يعني لدينا كذلك إخفاء يعني نخفي تلك النون زائدة في التنوين عندما نقول شيء نسمعه في الأخير نونا ساكنة زائدة تلفظ ولا تكتب تلك النون نخفيها ونفس الشيء عند الإخفاء نهيئ مخرج الفم على مخرج حرف الفاء لأنه هو الذي جاء بعدها كنون المخفى إذن جيد والنون هنا بغنة أكمل ما تكون يعني نقول وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كلمة الله اللعم مغلظة لأنها صبقت بفتحة وَلَدْيْنَ بِهِ فَهُنَا مَدُّ السِّلَةِ الصُّغْرَى وَنُمَدِدْ حَرَكَتَيْنْ بِهِ هكذا عَلِيمٍ هنا مدل عرض للسكون ومدل حركتين أو أربعة أو سينة إذا قرأتم بالتوسط في كلمة تحبون فنقرأ بالتوسط في كلمة عليم يعني نفس الشيء التي تكون القراءة مسترسلة وواضحة وجيدة ومتقنة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريه كل الطعام كان حلا لحظوا حلا تنتهي بتنوين بالفتح وبعدها حرف اللام من حروف الإدغام الكامل بغير غنى نقول حلا لبني يعني إدغام بغير غنى حلا لبني مع مد هنا ست حركات للمد الجائز المنفصل لبني إسرائيل هنا لاحظوا معي الرأم مفخم مع مد واجب متصل يمد بست حركات وفي كلمة إسرائيل كما شرحت في درس مد البدل فكلمة إسرائيل مد البدل هنا يعني أنه مدد حركتين فقط يعني بالقصر يعني من المستثنيات هنا إي تلاحظون إي لا إي لا فهذا مد البدل لكن يمد فقط بالقصر في كلمة إسرائيل وعندما نقف على كلمة إسرائيل يعني نعملها مد العارض للسكون إذن جيد وتمد فقط أربع حركات عند الوقف أما عند الوصل حركتين إذن جيد هنا إلا ما حرم الرأم مفخمونة إسرائيل نفس الشيء الرأم مفخمون مدد ست حركات للمد الواجب المتصل على نفسه هنا مد الصلة الصغرى نفسه وهنا من قابلي فالنون نخفيها وغنة إخفاء نفخمها هذه المرة لأن بعدها حرف القاف وهو من الحروف المفخمة إذن جيد وعند إخفاء النون نهيئ مخرج الفم على حرف القاف أول مخرج حرف القاف إذن جيد والباء نقلق له قلقلة صغرى تلاحظون الباء فوقه سكون وجاء وسط الكلمة يعني قلقلة صغرى لأن الباء من حروف قطب جدين يعني من حروف القلقلة نقول من قابلي من قابلي وهنا أن تنزل نخفي النون وغنة الإخفاء نرقيقها لأن بعدها حرف التأ وحرف المرقق ونهيئ ما خلج الفم على حرف التأ أن تنزل التوراه وهنا لدينا التقليل التوراه لن نقول توراه توراه ونقف على حرف تأ هنا يعني بالهاء الساخنة توراه إذن جيد وتلاحظون أن هنا نقف يعني على يعني مد عرض للسكون توراه 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 إذن جيد قل فاتوا بالتورات فتلوها إن كنتم صادقين قل فاتوا بالتورات نفس الشيء التقليل هنا بالتورات فتلوها هنا لدينا مد منفصل مد جائز منفصل يمد بست حركات وهذا الألف هنا قبله حرف الهاء وحرف الهاء ليس من الحروف المفخمة إذن هذا الألف يتبع في التفخيم والترقيق للحرف الذي جاء قبله إذن هذا الألف لا نفخمه لا نقول فتلوها بل نقول فتلوها إن كنتم هنا نخفي النون لأنه بعدها حرف الكاف من حروف إخفاء ونخفي النون هنا لأنه بعدها حرف التاء من حروف الإخفاء ونفس الشيء الذي قلناه نهيئ مخرج الفم على الحرف الذي يأتي بعدها تلك النون المخفى إن كنتم ولاحظوا ميم ساكنة بعدها حرف الصاد يعني إظهار شفاوي وهو من أحكام الميم الساكنة إن كنتم صادقين مع مد حركة أو أربعة وستة المد العرض للسكون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى هنا في الأصل كانت فمن افترى فمن يعني النون فوقها السكون وكلمة افترى تبدأ بهمزة الوصل إذن همزة الوصل تسقط في درج الكلام عندما نقول فمن افترى يعني همزة الوصل سقطت لو قلنا فمن يعني بقيت النون ساكنة وسقطت همزة الوصل ستلتقى تلك النون الساكنة مع الفاء الساكنة وعند التقاء حرفين ساكنين فبما أن الحرف الأول حرف صحيح فتم كسره يعني تم تحريك الساكن بالكسر يمكن أن يحرك بالضم لكن هنا في هذه الحالة حركة بالكسر وشرحت هذا في الدرس التقاء الحرفين الساكنين يمكنكم مشاهدته وهنا لدينا التقليل فمن افترى إذن جيد فمن افترى على الله تفخيم اللام لأنه سبق الفتحة فمن افترى على الله الكذبة تبالي حرف الذال الذال معجمة هنا وليس الذال مهملة من بعدي هنا الميم هنا النون ساكنة وبعدها حرف البعض إذا تذكرتم الإقلاب درس الإقلاب في أحكام النون ساكنة والتنوين يعني هنا إقلاب نقول من بعدي وعندما نقول فالشفتين لا يلتصقان مع بعض بل تبقى فجوة صغيرة يعني من غير كز نضم الشفتين من غير كز يعني عندما نقول من تحس بارتعاد في شفتيك إذن جيد من بعدي من بعدي هكذا ذالك تبالي حرف الذال فأولئك هذا الوا ولا يلفظ هذا مكتوب هنا ولا يلفظ لا نقول فأولئك بل فأولئك هكذا مع مد هنا ستحركت للمد الواجب المتصل فأولئك هكذا هم الظالمون تبالي حرف الظاد لا نقول ظالمون الظا حرف الظا هم الظالمون ولا مرقق مع مد حركتين أو أربعة وشتر مد العرض للسكون قل صدق الله قل صادق الصادق القاف مفخمين الدال بينهما مرقق لا ننطقه كحرف الظاد إذا فخمت الدال ستقول دا صاداق بل صادا صاداق والله هنا نقف على لفظ الجلالة بالمد ونفخم اللام نقول قل صادق الله هكذا ولا يجوز أن نقول قل صادق الله فهذا خطأ بل قل صادق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا ملة هنا كلمة إذا راهيم نقلق الباقة القلصة ونفخم حرف الر وهنا كلمة حنيفا نقف بحركتين لمد العوض حنيفا هكذا وما كان من المشركين كلمة المشركين نرقيق الر ونمدد حركتين وأربعة وشتر المد العرض للسكون أنا أقرأ بالتوسط يعني أربعة حركتين أكتفي بهذا الحد لكي لا أطير عليكم وأردت لكم هذه الآيات التي شرحنا واستخرجنا الأحكام منها بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التولاة قل فاتوا بالتولاة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم ورقاكم إن شاء الله في الحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته